السلام ورحمة الله وبركاته نعمدي الإحداثيات في جوجل مابس وعايز أدخلها في برنامج الرفت لكن عندما أخذت الأرقام دي ودخلت في الرفت لديت الأرقام دي مظبوطة أنا هنا حددت المكان اللي أنا أريده ودي أنا هي الإحداثيات تمام أخذ الأرقام ديت الأرقام دي بش هي الرفت بتاع المعي دي أرقام تانية سوف أدخل على الموقع دو لدي جوجل مابس الأرقام دي مجموعة في الرفت الأرقام دي لما أخذتها وتخلتها في خلقة الموجودة في الرفت أخذ الأرقام هيت وأخذ الجزء الأوليني وأخذه هنا وأخذ الجزء الثاني وأخذه هنا وأخذه هنا فأداني أرقام مختلفة وداني فعلا من المكان اللي أنا أريده فأخذ الرقم دوه وروح رايح لي برنامج الريفت ومن مانيش اقول له الكوردينيشن واقول له سبسفاي كوردينش اد بوينت فبديل نقطة 00 بضغط عندها فباقي هنا اقول له سبسفاي كوردينش اد بوينت وبحدد نقطة موجودة عندي هي دي النقطة اللي انا عايز اقدي له الرقم بتاعها فاقول له ده النورس وبعد كده هارجع عليه ديت واخد نورس والاستنج اشان ما دي ايه هنا عايز النورسنج خلاص هدير هنا النورسنج ده النورسنج عايز الاست خلاص ساخد الاست وتبدأ تكتب الارتفاع بتاعك اللي انت عايزه وتقول له اوكي هو كده زبط النقطة بتاعتك على طب طيب هم انسح اللوكيشن وبرده هتدي له النقطتين هتدي له النقطتين هنا بقى النقطتين اللي احنا اخدناه من جوجل نفس على طول ما غير ما نحولهم اللي احطتهم هنا في الخريطة وطول سيرش هيفهم ويديني زوم على المكان اللي انا عايزه تمام اوكي ده لو انت حاجز تحدد اللوكيشن دوت ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو